اشتركوا في القناة تمر بظروف عصيبة جدا وباء كورونا والاطفال للأسف قاعدين في البيت بحبوسين ولا منهم بيذكروا ولا بيستفادوا من الوقت بيضيعوا الوقت كتير في لعب مش هما مش فاهمين ان احنا لسه في الدراسة ومباكرين هما خلاص خدوا خدوا الاجازة احنا دلوقتي عايزين نعرف اهمية الوقت تمام طبعا هو الوقت ده اهم حاجة ربنا دهانا ربنا بدينا كل يوم 24 ساعة لازم نستثمرهم صح الانسان الناجح هو اللي بيعرف يدير وقته اعتبر ان دي صروع عندك وانت بتدرها لازم تركز فيها اولا هنعرف ازاي نبتدي ان احنا نستثمرها احنا عرفنا اهمية الوقت طبعا لانه هو صروع كبيرة ولازم نستثمرها صح اعتبره مشروعك مشروع حياتك فلازم تدير المشروع ده بتنظيمه وترتيبه صح وتحطه كل حاجة في مكانه طيب كيفية ادارة الوقت بقى او الخطوات بتاعة ادارة الوقت طيب احنا دلوقتي هون لسه ما نعرفش اي حاجة هنبتدي اول حاجة نعملها ان احنا نعمل مرأبة ليومنا اللي هو اللي احنا اليوم العادي احنا اللي نرأب يومنا اه نسجل كل حاجة من اول ما بسحى من نومي اسجل انا قمت ساعة كذا حتى قمت من عسرية ساعة كذا لان احنا فيه ناس بتوعود انا ساعتين ساعتين ايو عشان ايو عشان او لا ابتدي اسجل كل حاجة انا قمت من ساعة كذا نخلت الحمام خرجت برضو الساعة اسجل كل حاجة من اول ما بسحى من نوم اسجل انا استهلكت وقت قد ايه ايو في كل حاجة كل حاجة عملتها بالوقت يعني من كذا الى كذا وبعدين اجي اخر اليوم بقى اروح بباصل على كل اللي انا عملته ده هلاقي ان عندي اوقات سلبية جدا اوقات هدرت في حاجات ملهاش اي لازمة انا يعني هم هيزعلوا مني في الكلام ده الموبايل والفاسبوك ممكن لو سألنا نفسنا سؤال انا لما بعض على الفاسبوك وقعد ادي كومنت الحد على صورة على ايه الاستفادة اللي جت علي او الاستفادة اللي هو خدها او ان احنا ما نضيعش وقتنا اكثر او مفيش اي استفادة او مفيش اي استفادة السوشيال ميديا تمام فانا اطلع كل الاوقات بقى السلبية دي اللي انا لقيت ان هي ضاعت مني اعرف مثلا انا استخدمت الموبايل 6 ساعات او في ايه في حاجات سلبية ما عادش علي فايدة اروح ميطلع كل بقى الاوقات السلبية دي وادخل بدلها اوقات بقى ايجابية ايه الاوقات الايجابية هنعرف بقى دلوقتي انا كل واحد بيبقى عنده ربنا بيدي كل واحد فينا مهارة بيبقى نفسه تلاقي واحد عنده مهارة الرسم عايز يرسم واحد عايز يتعلم حاجة جديدة طب ليه انا الحاجات دي ما حطهاش في الاوقات دي انا عايز اتعلم حاجة جديدة مهارة جديدة حاجة طرفيهية انا ما بقولش ان احنا كله يبقى شغل وكله لا الانسان برضو من حقه ان هو بس ان هي ان احنا كده خطوات صح ان احنا المهم يعاد عليك اليوم وانتي تحس ان انتي انجزتي عملنا حاجة عملتي حاجة مش احنا دلوقتي بيعدي علينا اليوم تيجي تبصي للنتاج اللي انت عملتيها مفيش ايه اللي انجز اللي انت عملتيه يعني يوم تاني اضافي على يومها عشان تنجز اوه لكن لما نزبط الوقتنا هنلاقي ان احنا في اخر يوم هنبقى راضين جدا عن نفسنا وهنحس ان احنا عملنا حاجات كتيرة وانجزنا وده هيدينا تفاقل ويدينا ثقة في نفسنا اولا ان احنا نكمل طيب ايه الحاجات اللي نتجنبها عشان ما نهدرش الوقت طيب خلينا نتكلم لأول الخطة ازاي ندير وقتنا صح طيب ده السؤال اللي انا سألت لحضرك كيفية اه الخطة بقى او الخطوات ايه الخطوات كيفية قدرت الوقت دلوقتي انا لازم اول قبل اي حاجة احدد انا عايز اعمل ايه بكرة مثلا اه يبقى في بلان اه لازم يبقى احنا قلنا ده مشروع احنا قلنا ده مشروع طيب المشروع ده مش لازم خطة لي ما ينفعش ان انا ادخل مشروعي وانا ما عنديش اي او ما ينفعش ان الناس تعيش كده بلا خطة لليوم اه يبقى لازم تحط الخطة للحاجات اللي انت عايز تعملها ايه اللي انت عايز تعمله الانجازات اللي انت عايز تنجزها الحاجات المهمة وبعد كده اروح حاطب بقى ايه الوقت اكتبه لازم اكتب ما اعتمش على ذاكرة لازم اكتب واحد اتنين تلاتة هعمل كده وايه اللي حاجات المهمة من الساعة كده للساعة كده هعمل اوه مشروع صباحية في حاجات هعملها ما نحطت خطة بقى ما نعمش على الخطة بتاعتي اللي انا حطتها واروح نقسمها بقى الايه على مدار الليوم بتاعني خلاص هنيجي بعد كده قسمنا وقتانا وعملناه هتنبتدي ننجز لازم برضو نحط في الخطة بتاعتنا حاجات تانية يعني احنا بعيدنا كتير عن ربنا بعيدنا عن الصلاة ما بنحطهاش اصلا يعني في الخطة بتاعتنا ليه لا ده وقت برضو لازم نحط وانا كمان اطفالنا بيشوفونا بنعمل ايه فبيقلدونا ايوة طبعا لو وقتنا كله في الموبايل والحاجات دي فاكيد هما يطلعوا على نفس اللي شوفونا تامي يبقى لازم تحط برضو في الخطتك العبادات اه العبادات دي لازم في حاجة تانية اشوف الاولويات يعني ما ينفعش ان انا اعمل حاجة مش ضرورية واسيف حاجة مهمة في ناس كتيرة بتتبقى مثلا عندها حاجات بايزة في البيت تسابها وتقعد تأجل اه التأجل اه اعتقد ده برضو من الحاجات اللي بتبقى مش بايزة في البيت دي حاجات برضو طاقة سلبية للبيت يبقى لك مثلا الميا المرايات المكسورة اي حاجة مكسورة الحاجات دي اعتقد دي علاقة بالطاقة السلبية هنعمل حلقة ان شاء الله مع حضرتك تقول لنا بقى على طاقة البيت ايه الطاقة السلبية ايه الحاجات اللي غلط ان احنا نخليها في البيت تمام فاحنا الوقت بقى اللي احنا طلعناه السلبي ده هندخل بقى بالحاجات الايجابية دي ان احنا هنبتدي نشوف ايه اللي محتاج تسبيت نزبطه في البيت اه في البيت هيبقى عندنا وقت بقى هون نزبط الدنيا لقى الدنيا كلها بقت تمام والبيت بقى يعني كل احتياجاتنا موجودة وكل مستلزماتنا موجودة في اخر اليوم نعمل حاجة هتراجع بقى نفسك هتشوف انت انجزت ايه اه انت انجزت اه انت انجزت عملت حاجات كتير دي هتشجعك اهمية الواحد احس باهميته ان هو بينجز مهام يعني اه هتحس ان وقتك بقى مفيد جدا وان انت استفدت وهتبقى سعيدة هتحس نفسك ان انت من جواكي مبسوطة احنا في الاوقات السلبية بيجي علينا اخر اليوم ده انا ما عمدتش كذا النهاردة ده انا فاتني كذا ده انا ده بيدينا تقس البيت اعتقد برضو الموضوع ده ليها علاقة هي شخصيات بتبقى نشيطة وشخصيات بتبقى كسولة شوي هتلاقي مثلا سيدة عاملة بتصحى الساعة 8 الصبح بتنزل الولاد وساعة 8 بتروح شغلها بترجع الساعة 3 بتعمل الغدى بتتوب في طلبات البيت دي برضو بتلاقيهم اكتر ناس بيبقوا عايزين يسمعوا الحديث اللي احنا بنتكلم فيه ده عايزين يسمعوا هدير وقت زي وتلاقي مثلا ناس تانية قاعدين في البيت لنهار وهم مش مش مهتمين لا مع انها في حاجات كتير لو دورت هتلاقي ان فيه الف حاجة نعمله بعدين طبعا فترة الاخيرة كلنا قاعدين في البيت في حاجات كتير قوي ممكن نعملها هندور هلاقي ان البيت محتاج مننا وقت ومحتاج ان احنا نعيد حساباتنا في حاجات كتير بحس ان احنا بقينا نتعرف على بعض بقيت اتعرف على ابني والزوجي بقى فهمة بقى فيه ايه بقى فيه مساحة ان احنا نقض مع بعضين زمان لو رجعنا كده للسبعين ناتول كانت الحياة جميلة وكان فيه وقت الكل حاجة وكانوا بيستمتعوا بحياتهم كانوا بيشتغل يعني اليوم اللي كان فيه الكهرباء والحاجات دي فصلة عن بعض المناطق في محافظات مصر حسيت ان الموضوع بقى فيه قرب يا ده احنا قاعدين مش مسكين الموبايل ده احنا قاعدين على شمعة وما فيش التلفزينات وما فيش سوشيال ميديا فيه وقت ان احنا نتكلم مع بعض فيه وقت ان احنا نسمع بعض احنا دلوقتي ربنا بنجينا امكانيات لازم نوظفها المصطلحاتنا ما نخليهاش معاركلة لنا يعني هو ربنا ادينا الكهرباء ودينا النات ودينا كل ده كل حاجة لها يعني كل حاجة بيبقى سلاحة زوحدين نستخدمها صحة استخدام الايجابي انا ما بقولكش متعودش على الموبايل اه ده على الموبايل بس بشرط انت تعمله وقت معين طيب ايه 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 استاذ وصفاء ايه الحاجات اللي احنا نعملها عشان نتجنب اهدار الوقت تمام يعني نشوف بقى المعاركلات المعاركلات دي بقى نشوفها ايه ونحددها ونبعد عنها زي ما قلنا الموبايلات الموبايل انا ما بقولك شغل عليك بس ساعات الموبايلات بتبقى مفيدة بره انا 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 اخدم الناس استخدامي للموبايل هو استخدام شغل يعني ما انا ما بقولك يعني انت من حقك تستعمله حتى لو انت عايز تقعد على فيسبوك بس حدد وقت ما يبقاش الوقت المفتوح معاك لا انا انا اقعد مثلا العب بلاي ستاشن يبقى ساعتين مثلا يبقى ما تعداش الساعتين ما تعدهمش لو تعديت الساعتين يبقى انت كده احضرت معاركلات التنظيم الوقت برضو التسوف والتأجيل زي ما قلنا ما ينفعش ان انا اجل حاجة كل حاجة مأجلنا البكرة انت حطيت عندك في الخطة النهاردة يبقى لازم تعملها ان شاء الله النهاردة مثلا حصلت حاجة اجلتها مش انت اللي اجلتها يعني حصلت حاجة تانية اجلتها مش مشكلة برضو اعملها تاني يوم ده بامشي حسب الخطة اللي انا حطيتها النفس طيب دلوقتي طبعا عارفين الاطفال قاعدة في البيت يعملوا ايه عشان ما يدعمش الوقت يعملوا ايه لتنمية عايزين حاجات لتنمية مهارات الاطفال يعني بدلا ما طول اليوم مسكين مبالي يعملوا ايه احنا قلنا زي ما قلنا يعمل لنفسه خطة يحط فيها مذاكرة يشوف المواد الاطفال عمرها ما تعمل خطة الام بقاها تقاب يعني انا الوقت ابني كان مثلا بنيجي المدرسة الساعة 8 بيرجع الساعة 3 الوقت ده كله قاعد في البيت وبالليل قاعد في البيت فالوقت ده كله يعمل ايه وهو مش يعني لسه طفل شغير مش مستوعب ان احنا لسه في الدراسة هو دلوقتي المدارس كلها عملت اللي هو التعليم عن بوعد بقى المدارسين اه اونلاين بيعملوا اوقات للدروس بيعودوا بقا يقعد قدام الدرس بتاو اه ويحضر الدروس بتاعته طيب انا قسمت وقتي برضو يعني اكينه في المدرسة اه هو قاعد في البيت يصحى بدري زي ما بيصحى هو مدينه طايم لا احنا زي ما بنصحى بدري في معادنا ويتفرج بقى على الدروس بتاعته اه هو بياخد الام وهم بنتهالهم بوقت بيحضروا بيسجروا معهم حضور وكل حاجة فبعد كده بيبتدي بقى احنا ينظم وقته هيعمل وقته طبعا برضو زي ما قلنا للعبادات دي لازم دي اول حاجة لازم نحطها في ولبنا العبادات ماينفعش ان انا سيبها خالص الصلاوات دي تبقى معروفة وقتها ويقوم جاب النزوة لاطفال اه وبعد كده هنبتدي بقى نشوف الهوايات هو بيحب ايه كل طفل بيبقى عنده موهبة احنا اللي لازم نزهرهاه واحنا اللي لازم ننميها واحنا اللي نساعده فنحط الوقت دوت بتاع المهارات بتاعته نعمله ليه وقت جايزة ليه يعني هو خلاص مذاكرته وكل حاجة حضر دروسه ونحطر الوقت برضه للمتابعة المذاكرة ونساعده فيها وبعد كده نشوف بقى الوقت المهارات هو بيحب ايه كل طفل نشوف هو بيحب ايه دي النصايح لتنمية المهارات للاطفال في وقت البراء طيب الزعر بقى اللي حاصل من الوباء اه طيب دلوقتي احنا لازم نعرف قبل اي حاجة يعني ربنا مصر دي يعني ربنا نسميها الارض المباركة يعني فيه انا سمعتها من شيخ قصة جميلة قوي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في رحلة الاسراء والمعراج سيدنا جبريل قال له انزل في المكان ده وتصلي ونزل ويصلى فالرسول مش عارف هو هو فين يعني فبيقول له انت في الارض المباركة يمعنى ذلك ان مصر مصر بلد الامان ربنا اللي حفظها الانبياء كلهم جوم عندنا هنا كل الانبياء جوم هنا لا احنا احنا عايزين يعني بلاش نحنا نتكلم بالاسلوب ده احنا عايزين لا نعرف خطورة الوباء لا المرض خطير جدا احنا بقول لك حضرك ان عايزين ننصح الاطفال يعملوا ايه يتعاملوا ازاي مع الوباء ده ننصحهم بايه هو اولا لازم الارشادات الصحية طبعا نعملها كلها التعقيمات والحاجات وبردو يعني التجمعات الكتيرة بلاش النوادي والحاجات دي اه اه بلاش هي فترة وهتعدي ان شاء الله ان شاء الله اه ما فيش اي قلق كمال مبقاش عندنا الزعر انا قصد من كلام اللي انا كنت بقوله من مصر مبارد ان احنا مبقاش عندنا زعر ما نخافش يعني ربنا حمينا وربنا حرصنا بس احنا برضو لازم طبعا ناخد احتياطاتنا لا اه التعقيمات في كل مكان نوعي الاطفال ولازم لا يعني انتبهوا بخطورة الوباء طبعا هو ده كان سؤال لحضرتك اه ان احنا لازم برضو نتبع تعقيمات اللازمة ولازم نعمل احتياطاتنا وناخد بالاسباب يعني احنا بلان أستاذ صفاء السيد حركة نورتينا استشاري التربية الحديثة أستاذ صفاء مرسي جدا لحضرتك وعايزين حلقات كتير قوي عن التربية الحديثة ان شاء الله في حلقات قادرة مرسي جدا لحضرتك هنطلع بواصل ونرجع لكم بفكرة تاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة